السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة سوف نجوفي على بعض الأسئلة هذه أسئلة تشابه في بعض النقاط وتختلف في بعض النقاط هناك بعض الأخرة على دراسة اللغة في أمريكا قال لي ممكن أن نتمكن من اللغة الإنجازية في عام أو عام وثمانشهور لكن وتمكن من اللغة أو دراسة اللغة تتمد على كل شخص أما أن الناس الي متستوعبون آما أن الناس لم يستوعبون يقومونونون Öyle فكل يددي حب للغة تعلم للغة وكل ينفرض يجب أن يقرأ لها الذين تستمروا لا يستمروا لكن كنت تقول لك السنة لأكره كيف تستعمل أو المصول على عام هنا تقرأ الأشخاص من أمريكان أصحاب اللغة يعني سيكون واحد مجودة انت تقوم به مشاهدين قرارك وانت ما تتقدرش مجودة ما تتقدرش تمارين ما تتشاركش في القسم ما تتعاونش تراسك فهذه من الأحواج الأخرى كان الناس التسول على الدراسة في أمريكا والصعبة وسهلة الدراسة في أمريكا بصفة عامة كسيستيم سهل كنظام سهل كحياة الدراسية صعبة لأن هناك العديد من الناس تدفع الفلوس تدفع الفلوس لكي يقرأ ما تتقدرش عن المواجن تتقدر بصفة عامة يعني لكي تدخل الجامعة في أمريكا تحتاج أموال لأن الأغربية الصحة يقرأ لا يمكن أن يقرأ بها في دولار العام من أن يجيبها وإذا كان الإنسان لا يعيش أو يأكل لا يدرسة فالدراسة صعبة لأنها ليست كلفة لأنها لديك ضغوط لديك المتحنة يوميا لديك الدفور أو الفلوس يومية تقريبا لديك ولم تحتاج لديك فانانشال إيد لديك فانانشال إيد لديك فانانشال إيد لديك فانانشال إيد فإن أن أعطيتك الإيد لديك فانانشال إيد لديك خاطر لا تبتق عليك لديك هذا كل المتأكد منها لديك فإن تتعلم وإن تدفع من أجل لديك فإن تقريب لديك فإن تتعلم فالدراسة صعبة في أمريكا لأنها ضغوط لأنها تقرأ كانت تخصصات تقريباً تقرأ من ثمانية إلى ثلاثة عشية وتجي تسلح وترجع لديك كور ديكور بالليل عندك شيء حويش في اللابراتوار عندك بزاف تحويش عندك تحضر لغة لغة ريسورش بيبر برحت رأي ماشي يصير كوبي كولي ولا صير نقل ولا تسنة تنخل عم دل بحت لا، رأي البوحد رأي تقريباً يومياً أو أسبوعياً أو شعرياً فهذه من الأشياء التي ستكفيها لكي لا تكون الدراسة سهلة في أمريكا من السؤال الذي قال لي هذا الأخ وهذه أول مرة تسول وهو يقول لي لماذا تجد الدراسة في أمريكا؟ لماذا ترجع ونخدم بها في المغرب؟ أنا لم أخدر لك أن ترجع ونخدم بها في المغرب لا، لا لأنني لا عارض الشغل في المغرب عندك تضعف ترى أن الناس قرأ في أوروبا قرأ في فرنسا قرأ في إيطاليا قرأ في أوروبا الشرقية بحرارة روسيا أو أوكرانيا ويأتي تصدمون بالواقع إما تطربون بمعادلة شهادة وثانيا ماذا تجد الدراسة في الأمريكا وترجع؟ إلا أنا لم أكن أولد شيء عائلة غنية يعني تدسسنها في المغرب قرأنا إدارة الأعمال أو قرأنا البيزنس وأرجع بابا أو شيء عائل تورا عنده علاقات ووساطات ورغا يرجع للخدم أما الأغلبية الساحقة التي تجد الدراسة في الأمريكا الأغلبية الساحقة تبقى أنا أخويا نقول لك صراحة أن تحرق تحرق وتتزوج وتدير أسرة داعته وتبقى أنا أما كيف ترجع؟ تشين يصلي الدراسة في الأمريكا وترجع للمغرب؟ أخويا لا أظن أنني لا أشتبه شيء ما أحدث قلت لك لك أنه حقيقة لك أنه يكون قرأة واشي يخدم هذا نقول لك أما كيف ترجع وتخدم به في المغرب؟ بالله أعلم واذا تقدر؟ نقول لك أنا أنا في أمريكا تقدر تخدم الميادين الذين يكون فيها الفلوس هم التمريض صحة وكيف تدير الدراسة في التمريض؟ لا أمريكا. لو أنت منذ أن تتعملت في المغرب؟ الله أعلم. ولماذا علينا أن تتعمل من أمريكا ؟ ولماذا عليك أن تتعمل في المغرب؟ وهذا هو لدينا إلقائية التابعة بقرية كلاما. إلا أنت منذ 14 عام تت لماذا ليس جديد في المغرب؟ الله أعلم. هناك لدينا وليس أن تتعمل في الخالج الشمس. لكن لا تقنيل حقًا. صراحةً، لا توجد الجنسية لأنك لا توجد ديبلوم مشيتي بها مثلاً جئت الأمريكان وقبت واحدة ديبلوم عام عموص ومشيت بها الدول الخارج تعتبر مغريبة، تحتق رؤك تحتق رؤك، لا تفهم، نقول لك صراحةً أما لو أنك مجنسة تسمى أمريكي ستعتبرك أمريكي وخمطة عربي الأصل ستعتبرك أمريكي، ستحطر ملك القاون ستعتبرك أمريكي، ستعتبرك أما لو أنك عربي، ستعتق رؤك هذا كل متأكد منها ستعتبرك أمريكي، لأنها دراسية محدودة فالدراسة صعبة صعبة صعبة، يعني تدبيجات أما القرية سعلة لأن مستوى نحن المغربة بين قوسين بعض الناس رأى مستوى مطورة مؤخراً، نقول لكم صراحةً رأى التعليم في المغرب، نقول من تسعينة اللينة، من أواخذ سنة اللينة الألفية، أعياد تعليم في المغرب، يعني رأى الناس سنرى من طريقة الكتابة و لا فاش نمشي في المغرب، وتنرى تضرب الفرنسية أو تعليم ناقص، المستوى ناقص والدريع على ذلك واحدة القناة موجودة على اليوتيوب اللي هي شوف تيفي اللي تنشوفهم بعض المرات يخرجوا للشارع و يديروا واحد مثال و يقولوا الناس ترجموه لأغلبية الساحقة تقول لي ما عنديش مع الفرنسي لأغلبية الساحقة مع الفرنسي الفرنسي هي الثانية في المغرب إذا ما عنديكش مع الفرنسي ممكن أن ترجموه بالنغليزية؟ ممكن أن ترجموه بالإسبانية؟ ممكن أن ترجموه بالإسبانية؟ هذا دليل لأن التعليم ناقص ليس نظم ناقص التعليم ناقص و الشباب تقوى ناقص مستوى التعليمي فإذا ما يريد أن تقرأ هنا ستكون قوي قوي و تدير مجهود أما لكي تقول لي باقي أنت واحد في النغليزية السؤال تضع لك في المتاحة فهذا صعيب صعيب جدا فما بالك أن تتقرأ بالمواد علمية بالنغليزية ناقص المستوى ضعف فما بالك أن تتقرأ بالنغليزية أنا أتنظر معكم بصراحة يضعون الكمتاحة الفيزيك و لا أعرف مين تبدأ أو يضعون الكمتاحة اللغاريتم أو شيء و لا تعرف بداع لذلك أنا أقول الناس خدموا على اللغة خدموا على اللغة خدموا على المط المطر مهم في أمريكا و لم أخدمت على المطر صراحة ولكن هذا هو الواقع بالنسبة للآخر سؤال سوف نختم به هل الناس الذين عندهم توجيه أدابي في المغرب هل يمكن أن يقوموا على تخصص علمية في أمريكا؟ نعم الناس الذين عندهم تخصص أدابي يأتي هنا هنا لا أدابي ولا علمي الله يجعلك تكون أدابي في المغرب تقرأ الكمبيوتر ساينس هل الهندسة؟ هل أنت قدع لها؟ هل أنت ممكن تكملها في أربع سن أو خمس سن؟ أولا سوف تقرأ جرجار في رأسك أولا سوف تقرأ شهر و شهرين المواد العلمية ما سهل أنا أقول لكم كلها عندها علاقة برماط الفيزيك والسيونس والبيولوجي والكيميستري وبزيط تخصصها إنسان كما قلت لكم يدين مجهود باش إنجحنا في الدراسة في أمريكا تنتمنى أن المعلومات التي أعطيتكم تكون مفيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته